الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن ذكر الله عز وجل ملاز المؤمنين ملاز الصالحين ملاز المتقين ملاز الخائفين ملاز المتبتلين ملاز الراجين لا فرق فيه بين غني وفقير ولا يستهان فيه بأهل الفضل أو بفقر الفقهاء أو بكون من يسلكوا قد يكونون من عمة الناس لا من أشعافهم ولا من ساداتهم فإن الناس لا يتفضلون عند الله عز وجل لا بأحسابهم ولا بأنسابهم بل بشيء واحد بيّنه الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا فضل لعابي على أعجمي إلا بالتقوى ويقول صلى الله عليه وسلم وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُعْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ وعندما جاء بعض أشعاف مكة يطلبون من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجلس معهم فقهاء المسلمين من أمثال بلال وسلمان وصهيب نزل قول الله تعالى وَلَا تَطْعُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ عَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُعِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْعُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِعِينَ وهذا أيضا ما كان من قوم نوح عندما جاءوا إليه قالوا يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم آزلنا باديا الرأس وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وطلبوا من نوح عليه السلام أن يطردهم من مجلسه حتى يؤمنوا به فقال لهم عليه السلام وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا عَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَعَدْتُهُمْ مَنْ يَنْصُرْنِي إِنْ تَعَدْتُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ أَلَمْ يَقُلْ رَبُّ الْعِزَّةِ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاصْبِ النَّفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُعِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُعِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا هكذا نوع عليه السلام وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَعَتْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهُ لَا أَعْدُ بِمَا لَا أَمْلِكُ الأمر كله لله وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيَرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ كُونوا مع أهل الله الذاكعين له فخير الناس من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك وتذكرك بالله رؤيته الزكر يقوّل إيمان ويعظم أمر المعاقبة لله وبعد أن تولى سيدنا عمر بن الخطاب القضاء نحو عام جاء إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه يستعفيه من القضاء فقال له أمم شقة القضاء تستعفي عمر قال له يا أمير المؤمنين ولكن لا حاجة بي عند قوم عاف كل منهم الذي عليه فأداه عاف كل منهم الحق الذي عليه فأداه وعاف كل منهم الحق الذي له فلم يتجاوز ولم يطلب أقصى منه ففيما يختصمون ففيما يختصمون هذا حال الذكريين حال أولياء الله الصالحين نسأل الله أن نكون منهم وأن يحسننا في زماتهم وأن يلحقنا بهم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبعكاته